ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة لاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر لقضيبية صباح اليوم وعقب الجلسة أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أخلص التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى رعاه الله بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ببطولة العالم للرجل الحديدي التي أقيمت في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية وفيما هنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بهذا الفوز العالمي فقد وصف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هذا الحدث بأنه إنجاز مشرف وتاريخي في مسيرة الرياضة البحرينية معربا سموه عن الاعتزاز والفخر بما يحققه الشباب البحريني في المحافل الدولية المختلفة ومنها الرياضية بعدها أعرب مجلس الوزراء عن تضامن مملكة البحرين وتأييدها بقوة للموقف السعودي الحازم تجاه كل من يحاول التآمر عليها أو يهددها للنيل منها بالتصريح أو التلويح وأعرب المجلس عن استنكاره الشديد للحملة الإعلامية الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من بعض وسائل الإعلام ورفض مملكة البحرين لكل محاولة تستهدف المساس بمكانة المملكة العربية السعودية أو بسيادتها وشجبها لكل من يسعى إلى الإساءة إلى المملكة الشقيقة بالمزاعم الباطلة أو الاتهامات الزائفة وأكد مجلس الوزراء أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية يشهد لها القاصي قبل الداني بتمسكها بثوابتها وتقاليدها فهي مهبط للوحي وقبلة للمسلمين وركيزة أساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي وذات ثقل إقليمي ودولي ومشهود لقيادة المملكة العربية السعودية حرصها على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا مثل حرصها على استقرار الدول وسلامة شعوبها وفي سياق النادي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشكيل وفد بحريني رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسؤولين للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُعقد تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عاهل المملكة العربية السعودية وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ألسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة بعدها رحب مجلس الوزراء في جلسته بتصنيف مملكة البحرين في المركز الأول على مستوى الدول العربية والمركز السابع والأربعين من بين 157 دولة على المستوى العالمي في مؤشر رأس المال البشرية الصادر عن البنك الدولي والذي تم تلشينه خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجمهورية اندونيسيا مؤخرا مؤكدا المجلس أن هذا الإنجاز يعكس موفقية منهج الحكومة ونجاح سياستها ويجيء ثمرة لاستثمارها الحكيم في العنصر البشري كدعامة وركزة أساسية للتنمية المستدامة وحرصها على الدعم المستمر لقدراته ومعارفه ومهاراته وكتأكيد على نجاح استراتيجيتها التعليمية وفعالية توجهها في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن وقد اطلع المجلس ضمن هذا السياق على التقرير المرفوع من معالي وزير المالية وسعادة وزير تربية والتعليم الذي تضمن المعايير والمؤشرات التي على إثرها تم تصنيف مملكة البحرين في هذا الترتيب المرموق حيث أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود المبذولة للقائمين على المسيرة التعليمية والخدمات الصحية ثم رحب مجلس الوزراء بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معربا عن اعتزازه بهذه الثقة الدولية التي لم تكن لتتحقق لو لا سجلها المشرف في حماية حقوق الإنسان ونهجها الحضاري وتمسكها بالقيم التي تحفظ للإنسان كرامته وتصون حقوقه واستفاؤها للمعايير التي أهلتها لذلك بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعزيز الرقابة وزيادة فرق التفتيش على البيوت المؤجرة بصفة مشتركة للعمالة الأجنبية والتحقق من توافر شروط الصحة والسلام فيها والتقييم الشامل لها كما وجه سموه أيضا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تكفل تنظيم عملية تأجير السكن المشترك على العمالة الوافدة وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة بتنفيذ ما تقدم وقد جاء ذلك خلال استعراض المجلس للتقارير المرفوعة حول الحادث المؤسف لانهيار مبنى بالمنام مؤخرا من معالي وزير الداخلية وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة وزيرة الصحة وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الإجراءات التي اتخذتها مختلف الإدارات بوزارة الداخلية وبالأخص ما بذله رجال الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الإجراءات التي اتخذت في التعامل مع هذا الحادث بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يليه أولا وافق مجلس الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن رسوم الأنشطة التجارية والتي سبق أن وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتأجيل العمل بها لفترتين مدة كل منهما ستة أشهر إلى حين التوافق بخصوصها بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبناء على ذلك تكون رسوم الأنشطة التجارية عبارة عن رسم ثابت قدره 100 دينار على أول ثلاثة أنشطة و100 دينار عن كل نشاط إضافي بعد ذلك ثانيا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار يعدل أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم واحد لسنة 2000 ويتناول التعديل تنظيم آلية التصرف في المنشآت القائمة على القسيمة الصناعية في حال انتهاء مدة العقد دون تجديده أو إلغائه كما يحدد المشروع بعض التزامات مستأجري القسائم الصناعية وذلك عملا بتوصية اللجنة الوزرية للشؤون القانونية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ثالثا قرر مجلس الوزراء أن تكون إدارة حماية المستهلك هي الجهة الإدارية التي تقوم بالمهام المنوطة بهيئة تشجيع وحماية المنافسة التي نص عليها قانون تشجيع وحماية المنافسة وذلك إلى حين رصد الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة المذكورة وتشكيل مجلس إدارتها على أن تتولى إدارة حماية المستهلك كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لتشجيع وحماية المنافسة إلى حين تشكيل هيئة تشجيع وحماية المنافسة رابعا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية وذلك بهدف مراقبة الإجار بها وحمايتها من الاستغلال المفرط والانقراض وبما ينسجم مع ما نصت إليه اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات الفطرية السايتس والتي صدقت عليها مملكة البحرين بالقانون رقم 27 لسنة 2012 وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة خامسا أخذ المجلس علما بالمناقصات التي طرحت وأرسيت خلال الفصل الثالث من العام 2018 في قطاعات الطرق ومشاريع البناء وصرف الصحي حيث طرحت 23 مناقصة قيمة مشاريعها 17 مليون و700 ألف دينار بينما أرسيت 19 مناقصة بلغت كلفة مشاريعها 41 مليون و700 ألف دينار أما المشاريع قيد التنفيذ فقد بلغ عددها 50 مشروعا بكلفة 126 مليون دينار وذلك من خلال المذكرة التي عرضها سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبناء عليه تبلغ عدد المناقصات التي طرحت للمشاريع في قطاعات الطرق ومشاريع البناء وصرف الصحي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الفصل الثالث من هذا العام ما مجموعه 88 مناقصة بقيمة 100 مليون دينار وما تمت ترسيته من مناقصات بلغ مجموعها 90 مناقصة بقيمة 240 مليون دينار سادسا استعرض المجلس أهم المؤشرات الاقتصادية التي سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي قدمها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والتي كان من أبرزها زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الربع المذكور أعلى عن الربع الأول بنسبة 6.1% ووصل إلى 3 مليارات و220 مليون دينار وزاد فيه حجم التبادل التجاري بنسبة 9.7% عن الربع الأول ليصل إلى مليارين ومائة مليون دينار تقريبا كما شهدت فيه الوردات زيادة بنسبة تصل إلى 9.8% مقابل زيادة بنسبة 4.3% على صعيد الصادرات سابعا وفق مجلس الوزراء على مشاركة مملكة البحرين في عضوية منظمة مهارات آسيا العالمية التي يقع مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمشاركة في مسابقاتها التي ستقام خلال الفترة من 25 إلى 27 من شهر نوفمبر الجاري ثامنا وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر